اشتركوا في القناة ورعب إلا الخوف من الله ففيه سكينة عجيبة كل بكاء يعقوبه حرطة قلب ودمعة عين ساخنة وإنهاك جسد إلا البكاء من خشية الله ففيه لذة وراحة وأنس كل فرار من شيء يحيط به ذعر وقلق إلا الفرار إلى الله فإنه تحفه الطمأنينة وسكون النفس بشكل يعجز عنه الوصف من أجل ذلك كانت الضراعة في مقامات الابتلاء من ألذ ما يجده العباد وهم ينكسرون بين يدي ربهم لا أمتع ولا ألذ عندما تنجل الغمة وتنكشف البأساء ويرتفع هذا الغم عن العباد فيجد أحدهم من أنفع وأمتع ما حازه من أيام المحنة والابتلاء ما يجده من قرب من الله وأنس بذكره ودمعة قد عرفت طريقها مرارا من خشية الله سبحانه وتعالى هذا كله من أعظم وألذ وأجل ما يكتنف الابتلاءات التي تحيط بدنيانا معشر العباد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر